عدن وصنعاء لا شيء يتقاسمانه في زمن الحرب المفتوحة هذه سوى الظنك تترك الحرب أثرها العميقة على حياة الناس في هاتين المدينتين وفي سواهما من مدن ومناطق البلاد وسط عجز فاضح عن مواجهة التداعية الصحية لهذه الحرب على الأقل ففي العاصمة المؤقتة عدن تفيد التقارير الرسمية بارتفاع عدد الوفيات جرى حم الظنك إلى 13 حالة منذ بداية العام الجاري في وقت وصلت فيه حالات الإصابة بهذا الوباء حتى الآن إلى 1200 حالة على الأقل بينها 500 حالة تم التأكد منها وفقا لمكتب الصحة العام والسكان في محافظة عدن ويلقى باللائمة على تفشي هذا الوباء في العاصمة المؤقتة للبلاد إلى تفحميها الصرف الصحي في شوارع المدينة وهو أمر دفع بالأهالي إلى تقديم مئات الشكاوى إلى السلطات المختصة دون جدوى فيما تتجه أنظار أبناء هذه المدينة إلى المتسبب الأكبر في مأساعتهم متعددة الأبعاد والنتجة في جزء منها عن غياب تأثير السلطة الشرعية وفعالياتها جراء تجريفها الممنهج من قبل القوات الإماراتية وتوابعها المسلحة التي لم تنجح سوى في وصم المدينة بالفوضى والإرهاب والاعتقالات والمعتقلات وفي صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوث الإنقلابية تتجلى الكارثة في شكل انتشار مثير للقلق لجائحة الكوليرا في ظل معلومات تفيد بتسجيل أكثر من 15 ألف حالة مشتبهم بإصابتها بهذه الجائحة وبالإسهالات المائية الحادة منذ بداية السنة الحالية تأكد القطاع الصحي مخبريا من إصابة أكثر من أربعة آلاف شخص بالمرض الوبائي وسط اتهامات من قبل هذا القطاع للميليشيا المهيمة في صنعاء بالمساهمة في عودة وباء الكوليرا من جديد بعد أن كانت جهود المنظمات الأممية والمجتمع الدولي قد أدت للقضاء على هذا الوباء خلال العامين الماضيين حيث عانى منه قرابة مليون شخص وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية وبحسب المصادر الطبية فإن 12 حالة وفاة على الأقل قد تم تسجيلها في صنعاء منذ بداية السنة الحالية وسط حالة من الدعر يعاني منها سكان العاصمة الذين يزيد عددهم عن مليوني إنسان الصورة المأساوية لم تكتمل بعد فالأوبئة تكتسح مدن وقرى وتجمعات سكانية في مختلف أنحاء البلاد على نحو نجسد البعد الأكثر مأساوية للحرب التي تعصف باليمن منذ أكثر من خمسة أعوام